السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال المشتري يوم السبت 25 عيار مايو من برج الثور لبرج الجوزاء طبعا بالنسبة لكوكب المشتري اللي بيظل سنة تقريبا في كل برج الآن بده يخرج من برج الثور لبرج الجوزاء بساعة 11 و13 دقيقة مساء من مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش اللي هو 25 عيار مايو 2024 ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية 9-6-2025 الساعة 9 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا كوكب المشتري هو كوكب الحظ والسعد الأكبر وهو اللي بيمنحنا الحكمة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل والطموح والميل للسفر واكتساب المعرفة والمرح والإبداع والنشاط ولكن لما بيكون منتحس بيعطينا الدكتاتورية ومحبة الذات وبيعطينا الغيرة كوكب المشتري هو كوكب الحظ أو كوكب السعد الأكبر هو اللي بيمنحنا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس زي ما ذكرنا والتفاؤل يعني ما إلى ذلك كل الصفات الحميدة موجودة بهذا الكوكب طبعا دورته على خارطة الفلكية يعني تعتبر هي كل 12 شهر بنتقل من برج لبرج وكل 12 سنة بيرجع على نفس البرج يعني قبل 12 سنة كان موجود هو بالجوزة والآن هو تقريبا رح يدخل على الجوزة بعد 12 عام وهذا طبعا اللي هو إحنا منسميه الميزان لانتقال الكواكب اللي هو من الكواكب السنوية عشان هيك يعتمد عليه دائما بالتوقعات السنوية فنسمع كثير من الفلكيين بقولك السنة الذهبية والسنة المميزة ملوك الأبراج لهذا العام هم الأشخاص اللي بتواجد عندهم المشتري وللأسف الشديد يعني بيكون سنة فيها كوابيس وفيها ألف شغلة ما بتكون لصالحهم لأسباب طبعا رح أذكرها فعشان هيك بتكون تركزوا معي خلال فترة تواجد البرج أو الكوكب في البرج بيصير فيه عملية تراجع فعملية التراجع هاي بتستمر تقريبا يعني منقدر نحكي هو بيأخذ فترة يعني خاست شهور سبعة شهور على حسب سرعة الكوكب وعلى حسب البرج إذن فترة التراجع هي رح تكون من عشرة تسعة الفين وأربع وعشرين ورح تستمر لاثنين أربعة الفين وخمس وعشرين عادة لما بيصير فيه عملية تراجع منشعر بفقدان الحماسة بخف تفاؤلنا بيصير فيه نوع من أنواع التعطيل في مجالات النشر فيه خربطة أو اضطراب في الأمور التي تتعلق بالوضع المالي الدراسات الجامعية الأمور الفلسفية والدينية الترحال أو التهجير أو الأشياء من هذا القبيل وخصوصا السفر اللي بعيد بيصير فيه مشاكل كثيرة فيه أثناء التراجع فيه فترة التراجع ما لازم نعتمد على الحظ بيتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا عشان نحصل نتيجة مرضية قدر المستطاع هاي من الأشياء اللي طبعا اللي بيذكروا التوقعات السنوية ما بيذكروا سلبية التراجع فهاي عندنا مدة إحنا طويلة مثلا لما نحكي من عشرة تسعة لتنين أربعة فهاي فترة مش سهلة يعني أنت بتحكي بمدة زمنية مرهقة في ثلاث شهور عندك وعندك أربع شهور من العام اللي وراه يعني أنت بتحكي في سبع شهور من السنة كاملة بيكون فيه عملية التراجع أو ممكن تكون ست شهور فهاي ست شهور ليش ما ذكرت أنه هي فترة صعبة بتمر وبرضو بتقلل من عطاء هذا الكوكب أما بالنسبة لأكثر المستفيدين طبعا من وجوده هم أكيد موليد برج الجوزة ومعهم الأبراج الهوائية الميزان والدلو وأيضا الأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس واللي ولد وكان المشتري موجود في أحد هاي البروج بيستفيد لأنه بشكل زوايا إيجابية مع الموجود حاليا يعني نفترض أنه شخص ولد وكان المشتري موجود بالأسد وحاليا المشتري رح يكون موجود بالجوزة إذن هو زاوية تسديس ما بين خارطة ميلاد هذا المولود وما بين المشتري اللي موجود حاليا إذن رح يكون إيجابي بالنسبة لأله فعشان هيك دائما المشتري في برجك أو طالعك بحدد برضو من سعودة ونحوسة وجود المشتري يعني إذا كان مثلا المشتري الآن بالجوزة ولكن الشخص صحيح أنه هو برج أسد ولكن أنه كان موجود عنده المشتري مثلا في برج العذراء إذن زاوية تربيع معناته ما رح يعطيه سلبية ما رح يعطيه إيجابية ما رح يفقد طاقته بالنسبة لأله فإذن في كتير من الأمور تأخذ على محمل الجد لحساب المشتري هل هو سعيد رح يعطي طاقة لمين رح يعطي طاقة فهم لأنه حافظين مش فاهمين فبقولك السنة الذهبية والسنة المميزة والسنة الخارقة وملوك الأبراج ومنها الكلام عشان هيك إحنا أنا من سنتين ثلاثة تقريبا بطلت أعمل توقعات سنوية لأنه بدأ أكون دقيق جدا في إعطاء المعلومة وبما أنه في كثير من الأشخاص ما رح يستفيدوا من الحركة السنوية بالشكل الكامل ورح أنا أغرر فيهم فأنا امتنعت لا خليني على التوقعات اليومية خليني على حركة الكواكب بحكيها بشكل عام وبذكر الزوايا والإيجابية والسلبية بيكون أفضل ما أعطيك أنا أمل في بداية السنة أو في نهاية العام أجي أقول لك والله هاي السنة مميزة لإلك بعدين أجي بعد شهرين أقول لك لا ما هو عندك أنت مش عارف إيش وبلش أنا بدي أتفلسف عشان أطلع من مأزق أني والله جبت لايكات وتفاعلات وأمور زي هيك فأقولت أنا ليش أدخل حالي في متاهة أنه بس أني أنا بدي أسجل حلقات أنا مش فاضي للحلقات اللي ما إلها داعي فعشان هيك دائما توقعات سنوية ما تخذه فيها بشكل كامل لأنه في كثير من الحسابات حتى زحل ممكن زحل يكون موجود في مكان بشكل زاوي إيجابي مع المشتري مع زحل نفسه اللي موجود في خارطك الفلكية فيكون بالنسبة لإلك إيجابي ما تشعر بالسلبية بعكس أشخاص آخرين فالتوقعات ما بتزبط للعموم بدك تخصص خصوصا لتوقعات سنة يعني لو يجي شخص يقول لي هاي خارطة الفلكية مثلا وبدي تشوف لي هاي العام القادم مناسب لإلي آه بحسب له إله الخارطة تعته وبذكر له إنها راح تكون لصالحه ما راح تكون لصالحه إيش اللي يستغله إيش هاد حسب المعطيات والكواكب والموجودة في من أهم الأشياء اللي لازم إحنا نعرفها اللي هي الزوايا اللي راح يشكلها الكوكب أثناء دخوله للبرج مع الكواكب الأخرى خصوصا الكواكب البطيئة مش الكواكب السريعة فهل راح تكون إيجابية ولا سلبية وهذا اللي راح نحكي عنه الآن طبعا بالنسبة ل بما أنه المشتري راح يدخل للجوزاء إذن راح تتركز قوى المشتري على الأمور اللي تتعلق بالتكنولوجيا المتعلقة بالاتصالات المواصلات يعني راح نجد طفرات في هاي الأمور أو راح نجد كثير من التطور والإنتاجات والأمور الغريبة راح تدخل على الساحة بالاتصالات بالمواصلات بالتكنولوجيا بتطور كبير في الصناعات المتعلقة بالسيارات وسائل النقل الطيران المدني العسكري أكثر من ذي قبل برضو التطور بصير على مناهج ووسائل التعليم أو دمجها أو تطويرها أو فتح مجالات مثل من فترة صار في التعليم الإلكتروني الآن ممكن يتبرمج بشكل أسرع ويصير منهاج كامل وصير يعني دمجه بصير بشكل ملحوظ ومتطور التجارة وخاصة التجارة اللي بيعتمدوا على التجارة الداخلية أكثر من التجارة الخارجية من نجد أنه في بلدان راح ترتفع التجارة المحلية عندهم أكثر من الاستيراد بالفترة القادمة طيب عشان نحدد الأمور هاي كلها لازم ننظر للزوايا ونشوف أهم الزوايا اللي راح تتشكل ورح تعطي إيجابية ولا سلبية وخصوصا هاي الزوايا تأثيراتها ما راح تكون أسبوع أو ثلاث أيام من الزوايا هاي بتظل ثلاث شهور أو شهرين وهي مستمرة فعشان هيك لازم نطلع لها أول زاوية راح تبدأ بتأثيراتها وهي متشكلة حاليا هي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين بلوتو فعشان هيك بتزيد من نمو الأموال والأملاك بتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات بتزيد من نمو الأموال والأملاك بتزيد من كرمنا ولكن زي ما حكينا هي الكآبة والميل للإعجاب بظل طاغي بتدلع قيام حكومة ما أو ممكن تتعرض حكومة ما لتحولات أو تغييرات إيجابية برضو بتعطي زيادة بالاستثمارات لتطوير البنية التحتية لبلد ما اللي اهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها بتدلع لتحولات إيجابية في اقتصاد بلد ما فبيتم القيام بعدة خطوات لتغيير البنية التحتية القطاع التجاري الخارجي تسيير المؤسسات المالية إعادة هيكلتها أو دمجها كما بتشهد تغييرات إيجابية في دستور بعض البلاد وبيتم إعادة النظر في العديد من القوانين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين زحل وهي تقريبا يعني بعد شهرين تبدأ تأثيراتها بشكل قوي بتزيد من أعباء الأعباء اللي بتجبرنا على تحديد نفقاتنا بتولد عندنا أفكار سودة ومخاوف ما إلها أي أساس من جانب الصحة بدنا نراقب التغذية الكبد البنكرياس لأنه بصيروا بأسوأ حالات الضعف فيهم فنلاقي أنه في كثير من الأمراض اللي تتعلق بهاي الأعضاء دولياً بتدل على وقوع أزمة اقتصادية في بلد ما بسبب سوء التسيير المالي في بعض المؤسسات المالية ومؤسسات الدولة وبتتراجع المنتجات الفلاحية والمعدنية وبيعرف الميزان التجاري عجز بسبب فسخ بعض السفقات التجارية المهمة أو مشاكل في التصدير والاستيراد ولابد من ظهور خلافات دينية مهمة بين المعتدلين والمحافظين أو حول بعض المعتقدات والأعراف الاجتماعية ممكن تشهد الفترة القادمة اضطرابات أو احتجاجات في قطاع الصناعة أو التجارة أو الفلاحة أو الخدمات العمومية بسبب تدني الأجور أو تسريح العمال ولابد من أزمة دبلوماسية برضو بسبب هذه الزاوية حول الحدود في بعض الدول المجاورة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين نبتون هذه الزاوية طبعا بنهاية العام وبداية العام القادم ما رح تكون ذروتها أو قوتها فهي يعني هيك بتحصر الأفق عند الأشخاص تجلب الغموض في المشاريع وعلاقاتنا العاطفية وفي معاملاتنا المتوترة ممكن أنه يعني ندخل في مشاريع والمشاريع هاي تكون غير مشروعة وخارجة عن القانون هذا التحول بأثر على إحساسنا يعني بتخلي هيك حساسيتنا عالية وإحساسنا سهل جدا أنه ينخدش أو نتأزم من وراه نفقد زمام عواطفنا يعني منكون فريسي للارتباك مدفوعين للاعتقاد بالمعجزات مما ينتج عنه خيبات أمل ممكن نتعرض للاستغلال أو الفساد أو الرشاوة أو الأعمال الخارج عن القانون أو فضيحة ناتجة عن وضعية غريبة أو ظروف غامضة أما دوليا فهي بالدل على اضطرابات على المستوى السياسي في بلد ما ولابد من وقوع خلافات على المستوى الأيدولوجي في العقائد أو الخصوص في المجتمع الديني أو المعتدل أو المتطرف أو تراجع شعبية أحزاب اليسار أو تعرضها لأزمات في القيم والمبادئ الحزبية وممكن تشهد الفترة بعض الكوارث الطبيعية كغرق بعض السفن التجارية وخصوصا أو ناقلات النفط أو غقوع فيضانات أو طوفان أو تضرر يعني شيء بضر باقتصاد البلد شيء مدمر يعني كارثي إلو علاقة بالمياه أو إلو علاقة بالسوائل زي ما شفنا أن الزوايا الفلكية يعني صعبة مش سهلة فأجي أنا أسقط أعطيك إيجابية كاملة معناته الأمر ما رح يكون صادق ما رح تكون المعلومة وافية عشان هيك منبني الآن على هاي الزوايا منركبها على كل برج إيش أهم الأشياء اللي منعطيها فيها إيجابية وبتضيف هاي السلبيات بتحطها في أوقاتها فلما نحكي عن هاي الزاوية بدأت تتشكل معناته منبلش نحذر من بعض النقاط لأنني أنا راح أنبهم في التوقعات اليومية خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج خلال الفترة القادمة فعشان هيك اسمع برجك اسمع طالعك وبنصح أنك تسمع المقدمة ما تسمع بس البرج والطالع وخلص عشان تعرف كيف تحسب بالنسبة لإلك برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا تعتبر هاي الفترة هي الأفضل الفترات للتواصل النشيط أو الفعال أو تنظيم الأمور أو إدارة المشاريع بالنسبة لإلك كثير من الاتصالات ذات القيمة بتعود عليك بالنفع والفائدة كثير من الحركة الكبيرة في التنقلات اليومية اللي بتكون مفرحة من السفريات أيضا وفترة مهمة للطلاب وخصوصا في المراحل ما قبل الجامع لثنوي العامة أو المدرسة بامتحاناتهم أو باستعداداتهم الدراسية أو التوجه لدراسة معينة كما بيستفيد التجار في عمليات التبادل التجاري عاطفيا بتشهد فترة مريحة نوعا ما في العلاقات مع الشريك العاطفي وبيتقرب منك بشكل مميز وهذا شيء بيجعلك شخص مليء بالسعادة وعندك قدرة على الحوار والنقاش والتسويق برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشهد هاي الفترة يعني أمور لها علاقة بالوضع المالي هي فترة مليئة بلأرباح من مصادر مختلفة كما إنها فترة جيدة للتعامل مع البنوك والمصارف والقروض بيصلك مبلغ من المال من أشخاص بيعيشوا في خارج البلاد نتيجة لمجهودهم الشخصي كما إنه ممكن هيك تبحث عن عمل أو تعزز عمل معين وهي الفترة الأنسب لإيجاد أي شيء بتحبه وبيرضي طموحك بتسترد بعض المستحقات أو الديون السابقة أو بتعزز وضعك المالي أو ترقية وترفيعات أو زيادة راتب عاطفيا فترة بتتراوح ما بين الهدوء والإنفعال ولكن طبيعتك المرحة بإمكانك من خلالها أنك تسيطر على المواقف بشكل كامل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا المشتري بما أنه رح يوصل عندك والآن الشمس موجودة والزهرة موجودة فهذا الشيء بيدعمك وخصوصا بالبداية بطاقة عالية جدا وخصوصا زي ما ذكرنا أنه في زاوية إيجابية مع بلوتو فأنت من المستفيدين بهذا الانتقال بالبداية وهي بداية فترة مميزة ما رح نحكي إنها ما رح تتكرر ولكن حاول تستغلها لما تكون بحيويتها أو بطاقتها الإيجابية بتجد نفسك مسؤول عن كل شيء حولك بتحاول وضع قوانين وتغييرات إيجابية لشخصيتك أو لطريق التعاملك بتستعيد نشاطك المعهود فرصة للأرباح المالية ولسيما إذا بتحاول أنك تفتتح مشروع جديد بتميل شوي للتبذير أو البذخ أحيانا صحيا بتجد إنك في أفضل حالاتك ممكن تنتهي كل الأعراض السابقة الصحية أو تجد علاج لمرض كان مأرقك بالفترة الماضية يعني برضو بتدخلك بفترة من النقاهة الحقيقية عاطفيا بتكون من أجمل الفترات اللي بتشهدها لا سيما بالفترة القادمة على مستوى الارتباط تعزيز العلاقة بشريك العاطفة أو البداء بعلاقة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا المشتري رح يكون موجود في بيت المتاعب بيحمل لك كثير من اللعود بالارتباط أو التعاقد مع مؤسسات حكومية كبيرة أو مؤسسات دولية أو مؤسسات كبيرة يعني زي مستشفيات أو مطاعم أو سجون مثلا أو البدء بعمل ذي قيمة عالية بتحل كثير من المشاكل القانونية العالقة عليك الانتباه قليلا على صحتك اللي ممكن يعني شوية تتعرض لبعض الأمراض الطارئة أو اللي بتيجي بشكل مفاجئ بالنسبة لإلك ما بتأخذ وقت طويل وبتجد علاج لإلهاب بس بدك تنتبه خصوصا زي ما حكينا الكبد والبنكرياس هدول أساسيات وما تبالغ في ردات فعلك انتبه من الأماكن المجهولة بالنسبة لإلك عاطفيا يعني نفسك تعيش حالة مستقرة لأنه بالفترة هاي رح يكون فيه نوع من أنواع التناقض الواضح بين طبيعتك المسامحة وبين طبيعتك الغيورة الانفعالية اللي بتعتمد على ردات الفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود المشتري في بيت الأصدقاء بيفتح أمامك كثير من الفرص الحقيقية ورح تشعر بالقوة بقوة الصداقة وتأثيرها في حياتك علاقاتك الاجتماعية يعني نقدر نحكي أنها سنب تجمع حولك كثير من الأنصار أو المعارف أو العملاء اللي بيدعموا مشروعك أو أفكارك أو أفكارك الخاصة بيقف حولك بعض المقربين وبساعدوك بتكتشف خلال هاي الفترة أصدقاء حقيقيين عاطفيا بتعيش أجواء حميمية برفقة الشريك العاطفي بعض موليد برج الأسد تعطيهم فرصة لحب ولكن بدهم يكونوا مستعدين إلها وخصوصاً علاقات الحب اللي بتيجي لموليد برج الأسد بتيجي من خلال مناسبات اجتماعية أو علاقات اجتماعية أو ما بين معارف يعني أشخاص بيعرفوا أشخاص على ما بين الأشخاص اللي بدهم يكملوا علاقة أو يرتبطوا أو يطوروا علاقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً المشتري رح يكون في بيت الشهرة بيت السمعة بيت الترقيات بيت الإنجازات الاجتماعية بتحمل لك كثير من المفاجآت السارة ممكن يعرض عليك منصب جديد أو ترقي أو إدارة مشروع أو مؤسسة بتكون الشخص اللي عندك القدرة على الإدارة والتخطيط ممكن تحصد كثير من الأرباح اللي ما كنت تحسب حساب لإلها فجأة بتلاقي الأمور تطورت بشكل كبير كثير من الإشاعات اللي ممكن اطالتك بالفترة الماضية تجد إنها بتتساقط وبتذهب أدراج الرياح عاطفياً يعني بتسعد بأخبار سارة بتتعلق بشريك العاطفة بالفترة القادمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان كل التعطيلات أو العراقيل اللي عانيت منها في الفترة الماضية وخصوصاً الأشياء اللي بتتعلق بالمعاملات أو السفر أو الانتقال لبلد آخر أو الإقامة أو الهجرة الآن بتبلش توضح بشكل كامل وبصير فيه فرص لهاي الأمور برضو بتدعمك عن مستوى الدراسات العليا والأكاديمية كل الضغوط اللي كانت تتعلق بهاي الأمور بتبدأ تتلاشى بتنعم بفترة من الراحة والإنجاز الكبير برضو بتفتح فرص للارتباط بأشخاص من خارج البلاد أو الاستراد والتصدير وممكن تشهد مجموعة من العلاقات المهمة مع أصدقاء أو أشخاص بتفيدك عن مستوى التجارة خصوصاً زي ما حكينا الاستراد والتصدير وإعادة الأمور لنصابها الصحيح عاطفياً بتجد شريك العاطفي بيحيطك بكل الرعاية والاهتمام وبتقضي وقت سعيد جداً برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب نقدر نحكي أنه يعني هاي فترة انتهاء أو تقريباً بتنتهي كل المشاكل اللي كانت بتعيق رغباتك في أمور تتعلق بالبيع والشراء ونقل الملكيات فمن اللي كانوا بيمشوا في مثل هاي القضايا الفترة هاي مناسبة لحل كل المساء التعويضات، قضايا، ضريبة، بنك، إرث، أمور أموال لإلك بدك تحصلها، قضايا مالية، وكلها بتبدأ بتنحل لصالحك بتتسلط كثير عليك الأضواء بالفترة القادمة استفيد من علاقاتك بأصدقائك المقربين ممكن تحقق إنجاز مشروع وعاطفياً بتتلاشى إنفعالاتك السابقة شيئاً فشيئاً وبتجهد نفسك بتحظى بالقليل من الهدوء العاطفي عموماً برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً المشتري رح يكون متواجد في بيت الشراكة فهذا الشيء بيجعلك تفكر مالياً في تصحيح أخطائك السابقة بتظهر شخص بميل التنظيم نوعاً ما الكثير من العثرات اللي وقعت فيها سابقاً بتكون بالنسبة لإلك عبارة عن دروس مهمة عليك معرفتها أهم شيء رح تعيد حساباتك في علاقات الشراكة المختلفة وخصوصاً الأمور للشراكة المالية أو الشراكة العاطفية ويمكنك وضع النقاط على الحروف خلال الفترة القادمة والتفكير مالياً في فتح صفحة جديدة بعيد عن الفوضى يعني برضو بتبدأ كثير من موليد برج القوس ممكن يبدأوا علاقة عاطفية جامحة وقوية خلال هاي السنة أو يكون لهم فرص ارتباط عالية جداً كزواج طبعاً برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي كل شيء عانيت منه من مشاكل صحية أو آلام أو أزمات بتبدأ تزول الآن المشتري هو رح يعطيك طاقة صحية عالية جداً فممكن تجد علاج مثلاً أو شيء كان مأرقك أو أمراض ما كنت تعرف لها حلول الآن تجد الحلول لها أو بتتخلص منها أو مثلاً عملية جراحية بتكون مش مقتنع فيها أو شيء بتعاني منه كنت معارض إنك تعمله بتدخل جراحي الآن بتبادر وبتجد إنه رح يكون لمصلحتك بتعود لنشاطك السابق المعهود بتبدأ بوضع الخطوط الأولى لمشاريعك السابقة بتلمشتات أفكارك وبتتخلص من الفوضى اللي كنت بتعاني منها خلال الفترة الماضية بتجد نفسك عندك رغبة كبيرة للعمل وإنجاز كل شيء تراكم عليك ممكن تبدأ عمل جديد أو يجيك عروض لعمل مميز عاطفياً ما زلت بتعيش أجواء عاطفية حميمية بعض موليد برج الجدي ممكن يعيشوا حالة من عدم الاستقرار ويميلوا للتغيير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً وجود المشتري في البيت الخامس لا إليك بجعل الفترة القادمة أجمل الفترات اللي يمكن أنها تمر عليك خلال عام قادم إذا عرفت كيف تستغل الفرص فيها وقرأت الزوايا وعرفت الحضود كيف تخطفها الحض بيقف لجانبك بقوة في أكثر من موقف خصوصاً صحياً عملياً مالياً تجد نفسك مندفع للترفيع عن نفسك حضور الحفلات أجواء الفرح العاطفي بتكون بأوجهة الأمور اللي تتعلق بالأبناء بتكون بأوجهة والتواصل معهم وأيضاً النساء اللي بيكون عندهم مشاكل بالحمل خلال الفترة العامة هذه كثير منهم بصير عندهم حمل حتى لو كانوا ما بيرغبوا فيه بيجدوا أنه حصل هذا الموضوع عاطفياً بتكون فترة جيدة لتعزيز علاقاتك بالشريك أو تعزيز علاقة والارتباط خطبة أو زواج أو تصحيح مسارها واللي بيبحث عن علاقة عاطفية رح يجد مبتغاه برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً هنا إحنا بنحكي عن البيت الرابع رح تشعر بعلاقاتك مع المسؤولين أنها بدأت تأخذ مسار صحيح بتجد أنه في حالة من التفاهم والتقارب مع زملاء العمل يعني برضو بتدعمك على مستوى الأمور اللي تتعلق بالعقارات على مستوى البيت على مستوى العائلة كثير من الأخطاء اللي وقعت فيها خلال الفترة السابقة بتجدلها حلول فعالة ممكن تعرض عليك فرصة مهمة خلال الأشهر القادمة برضو عاطفياً تيجي كثير من موليد برج الحود ممكن يصير ارتباط عندهم من خلال علاقات عائلية أو مناسبات اجتماعية عائلية موليد برج الحود ممكن يحلوا مسائل كانت تتعلق بالعقارات أو مشاكل بأقصات عقار ينهوا منها أو يستردوا عقار كان لهم يعني مسائل العقارات اللي بيشتغلوا بالمجال العقاري بينجحوا بشكل كبير وبيحققوا مكاسب أيضاً بالفترة القادمة كثير من موليد برج الحود ممكن يشتروا هم عقار إلهم يصيروا إلهم عقارهم الخاص واللي بيبحث عن علاقة فالعلاقات بتلوح بالأفق عن طريق اللقاءات والمناسبات العائلية وبدل أيضاً على أفرح عائلية كبيرة بالنسبة لألهم هيك منكون انتهينا من حلقتنا عن هاي التوقعات ولكن زي ما حكينا إنه دائماً خذ التراجع كناحية سلبية وخذ الزوايا من ناحية سلبية يعني اللي أنا عطيتك إيجابية بالتوقعات ولكن ما رضيت أذكر السلبيات عشان ما تقول آيوة حتى المشتري أنت بتنكد علينا فيه لا أعطيتك إيجابيات بس سلبياتك عليك أنك ترجع للي أنا ذكرته في البداية وتعرف تدمجه مع التوقعات هيك منكون انتهينا من حلقتنا والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء